السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي نصنع الشحم الصديومي. كل الناس بتسألني ازاي نعمل الشحم وزاي مش عارفين يعملوه. هديك التركيبة هكتبها لك في الفيديو وفي اخر الفيديو هتشوف مقطع خطوة بخطوة ازاي تقدر تصنع الشحم الصديومي بنفسك. الفيديو في الاخر مقطع خطوة بخطوة. شوفوا كويس. واسمع التعليق على الفيديو كويس. هتقدر تعمل الشحم الصديومي. احنا زي ما اتكلمنا قبل كده في عن موضوع الشحم. ان الشحم له طرق كتير جدا لتصنيعه. النهاردة هنبتدي مع بعض نتعلم الشحم الصديومي. وبعد كده ان شاء الله هجيبلكو الشحم الكالسيومي. اه بالطريقة التجارية والشحم ميلي سيومي كمان. وكمان فيه الشحم الغزائي. تمام? اه الفيديو النهاردة لكل المهتمين بتصنيع الشحم. وكل واحد عاوز يعمل مشروع شحم. تصنيع شحم من الزيت معتد ويرو او الزيت الاسود الخاص بالسيارات. تمام? اه هنفهم مع بعض ازاي نقدر نعمل الشحم. وهنفهم مع بعض السوق. ايه اللي فيه علشان تقدر هتبدأ ازاي تعمل اه الشحم اللي انت عايزه. وبالجودة المطلوبة. انتظروني. اهلا بكم طبعا معظم الناس اللي بتفكر تعمل مشروع شحم وكده لازم يكون فاهم الشحم عبارة عن ايه هنا تكلمنا قبل كده عن الشحم هنتكلم بالتفصيل الشحم عبارة عن ايه الشحم عبارة عن صابونة وزيت معدن صابونة وزيت معدن الصابونة ديت بتقدر تحضرها الشحم السوديومي اللي احنا نحضره النهاردة عبارة عن هيدروسيد سوديوم ومية وزيت معدني وحامد الاستيرك الطريقة بسيطة وسهلة اي حد يقدر يعملها بس يوجد مشكلة هنا دايما مع الناس اللي عاوز تعمل شخون زي ما قلنا ان الصابونة تمام وزيت معدني المشكلة في مشروعات تصنيع الشحم الزيت ازاي تقدر تحصل على الزيت تمام تعمل منه الشحم بتاعك الناس متقدة ان الموضوع بسيط لأ هو مش بسيط النهاردة هديك التركيبة بس هديك ازاي مفاتيح المشروع لو عاوز تعمل شحم اسود خد التركيبة اللي انت هتاخدها النهاردة وشفت المقطع بتاع تحضير العينة واعمل واشتغل خلاص انت كده يبقى عندك المشروع ليه لان زيت السود متوفر تقدر تجمعه وحمد السيارة تقدر تشتريه والصابونة هتقدر تعملها الاص يبقى احنا كده ايه تمام يبقى الصابونة النهاردة هنتعلم ازاي نعملها بعد كده الزيت لو زيت عاوز شحمة سودة هجيب الزيت السود اللي موجود في السوق بسبب كله سهولة في مركز تغيير الزيوت والبنزينات والكلام ده كله وحمد السيارة هجيبه ومية بس تمام المشكلة التانية ان الناس الشخص اللي عاوز يعمل شحم سوديومي لونه اصفر لون الشحم بيعتمد على لون الزيت لان انت استحاله باي حال من احوال هتعمل صابونة لون هاسود تمام لا الصابونة دايما على حسب مصادر المكونات بتاعي تمام يبقى اهم عقبة في مشروع الشحم دايما هو الزيت النظيف الزيت النظيف طيب ولو انا حصلت على مكان بيعمل عادة تدوير للزيت خلي بالك ان احنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده الناس معتقدة انه هيروح يجيب زيت سوري في اللفظ زيت رجوع اللي هو زيت الوسخ لسود ده من المحلات ويجمعه وهيفلطره فهيرجع عصفر فهيقدر يعمل منه الشحم الموضوع مش بشكل ده الموضوع مش بسيط مشروع تكرير الزيت ده مشروع مشروع منفصل يعني اه ماينفعش اراح اجيب زيت الوسخ واقول انا هنضافه وبعد كده اعمل منه شحم لا اه طبيض الزيت اه له طرق ولو اساسيات وقطوات لازم اه تتعمل تمام ودي بيقوم بيها اه بعض الشركات او بعض اه الناس اللي شغالين في تكرير الزيت وبيعملوها وبيوفروا الزيت اه الزيت اه المتبايت زي ما بيقول بس في مشكلة هنا ان اه عمليات طبيض الزيت عملية معقدة بالاضافة ان هي اه الزيت اه اه الاسود اللي انت بتشوفه بقى اه اللزوجة بتاعته كويسة لو انا انا رشحته يعني ترشيح بسيط وسخنته حمصته يعني ترطي منه المياه هو الزيت اللي السود او الزيت الوسخ بيبقى هو تقيل الزيت بتاعته حلوة تمام تقدر تعمل منه شاح مسودة جميلة جدا والقاوم بتاعها رائع وكل شيء جميل فيها لما زيت اللي السود ده بيمر بمراحل التكرير المشكلة هنا ان بيخش في مراحل يعني مراحل الطبيض بتاع الزيت بيخش في مراحل التسخين واضافة كيمويات وطبيض وبضر الطبيض وفلطرة وكلام ده كله بيطلع الزيت نضيف بسي فقط لزوجته فقط لزوجته بعدش فيه التخانة بتاعته تمام اذا الزيت اللي انت هتاخده معاد تدويره من اللي بي من المشروع اللي بيفلطر الزيت ده هتلاقي انه ماليوش لزوجة لزوجة بتاعته خفيفة جدا فهديك شحمة ضعيفة تمام طيب علشان اقدر اصنع من الزيت اللي معاد تدويره للبيض ده شحم لازم اضيف اضافة عشان اعمل حاجة اسمها للزوجة ودي بيضاف ليها بوليمر خمسة كيلو للطن بعد تسخينه الحرارة فبيرفع لزوجة الزيت تمام طيب انا دلوقتي جبت الزيت نضيف اللي زوجته خفيفة ورفعت اللزوجة بتاعته باضافة البوليمر وبعد كده عاوز اعمل شحم عشان اصنع الشحم اجيبلكو التركيبة النهاردة التركيبة عبارة عن اول نقطة حمد استيارك لو انا هقولكو النسبة بالنسبة لو انا عاوز اعمل واحد كيلو جرام وانت نسب بقى مع نفسك لو عاوز اعمل واحد كيلو من الشحم السوديومي هاوزن مية وحداشر جرام مية وحداشر جرام حمد استيارك ومية وحداشر جرام صودا كوية ومية وحداشر جرام مية وزيت معدني بقى اسود عاوز تعمل شحم سودا خلاص يبقى تعمل شحم سودا يبقى هاوزن ستمية ستة وستين او ستمية سبعة وستين جرام زيت تمام يبقى انا عندي دلوقتي في التركيبة اربع مكونات مية حمد استيارك زيت معدني نضيف بقى او مش نضيف وصودا كوي طيب بنجر نعمل الزيت ده ازاي اجمع بنعمل الشحم ده ازاي اول خطوة بعملها ببتدي ادوه بالصودا كوية فين ادوه بالصودا كوية في المية في النسبة المية اللي انا قلتها تمام يعني بجيب بالصودا كوية بلبس مهمات الوقاية البس ندارة علشان الصودا كوية ممكن تحرق ايديا ممكن حاجة تطير في عينك تطير عينك يبقى المفترض ان انا اجيب الصودا كوية بوزنها على مزان مطبخ تقدر تعملها زي ما انت هتشوف في الفيديو في اخر الفيديو فيه مقطع معمول على مزان مطبخ تمام اللي بيحصل بقى بجيب بوزن حمد الاستيارك مية وحداشر جرام تمام وبوزن الزيت 667 جرام زيت وحطه في ايناء ستاليس مثلا كوباية ستاليس او ايناء ستاليس كده تمام ستاليس تمام مش الامونيوم تمام لان الصودا كوية بتتفاعل مع الامونيوم تمام فكل اللي انا هشتغل فيه ده انا داوه بالصودا كوية في ايناء يكون بلاستيك بس الافضل يكون ستاليس تمام لان التفاعل المية مع السودا كوية تفاعل طرد الحرارة فممكن يسيح الاناء البلاستيك انت هتدوه فيه يبقى الافضل ان انا احضر فيه صفيحة مثلا صفايح بتاعت السامنة نظيفة الكلام دا كله ممكن هتضافها او عبوة ستاليس تمام ديت اقدر اشتغل عليه بعمل ايه بوزن زيت 667 جرام زيت معدني وطفر قلنا بقى ايه لو عايز اعمل زيت شحمة سودا الزيت هاجيبه صدوه خلاصة تمام لو عايز اعمل شحمة اا صفرة لازم الزيت يكون نظيفة ولازم الوزوجة بتاعته تكون عالية علشان اعقد قوام شحمة عالية القوام بتاعه يكون اا كويسة واخد درجة غرز ليه تكون كويسة تمام طيب انا وزنت 667 جرام اا جبت الاناق لستاليس وحطيت فيه 667 جرام زيت معدني قلنا بقى ابيض زيت اصفر يبقى زيت اصفر يبقى الشحمة تطلع لونها زيت سود هيبقى الشحمة تطلع لونها تمام طيب ايبقى انا هحط 667 جرام زيت معدني واوزن 111 جرام حمد استيارك وحط حمد الاستيارك على الزيت دولت في اناء تمام ده الاناء الاول طيب نيجي بعد كده هنوزن 111 جرام صودة كاوية ونحطوهم في اناء تاني تمام بعد كده هاوزن 111 جرام مية وحطوهم على الصودة كاوية وقال بصودة كاوية كويس جدا 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 لحد ما تدوه تمام هتلاقي ان الصودة كاوية دابت مع التقليب وبتالت تسخن معاك مفيش مشكلة الافضل ان انت تدوى بصودة كاوية وتبردها يعني سيبها تبرد وتبقى درجة الحرارة العادية تمام لازم تبقى درجة حرارة عادية يعني لازم محلول الصودة كاوية يكون بارد تمام بعد كده باخد الاناء اللي فيه زيت وحمد الاستيارك وحطوه فين على النار تمام وسخر لحد درجة 85 درجة بسخر لحد درجة 85 درجة تكون معاك ترمومتر سخن بعد كده بلاقي ان حمد الاستيارك داب وساح جوه الزيت المعدني مع التقليب طبعا وزي ما هتشوفه في الفيديو بالزبط خطوة خطوة الكلام اللي انا بقوله طبعا وعلى المقطع اللي في الاخر هتلاقيه الشح مطلعت معاك بسخر ل85 درجة الزيت مع حمد الاستيارك بيسيحوا مع بعض وبقوا زيت كلهم واحد بعد كده قط في النار وصلت ل85 درجة بط في النار وبعد كده خلي الزيت وحمد الاستيارك يهدف يعني نخليه يوصل لحد مثلا سبعين درجة يعني اعيز بدرجة الحرارة كده اخليه يوصل لحد سبعين درجة بعد كده ابتدى اضيف الصودة الكاوية طبعا بالتدريق خطوة خطوة وقلب الشحن خطوة خطوة وقلب الشحن وقلب الاناء كويس جدا 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 لحد ما بضيف الصودة الكاوية وقلب كويس اوي 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 تمام؟ فبحصل على الشحم اللي انا عايزي ببتدي الشحم بتبقى سخنة تبقى سايبة سنة على اساس ان درجة الحرارة بتاعتها مرتفعة فهم المفترض ان انا بعمل ايه؟ ببرد لحد درجة تربين درجة وقدر اعبيه فاي عبوات بقى انت عايزي عاوز تعمل العبوان الصوكيل وعاوز تعمل اللي تعمله مش اي مشكلة تمام؟ ده بالنسبة خلال الشحم الصيديوم دي بالنسبة الجزئية دي طيب طب ليه احنا بنبرد ومنهدي وكلام ده كله؟ لان انا لو ضرت الصودة الكاوية على الزيت مع الحامض بيعمل تفاعل ايضا طارد للحرارة اكسي سيرميك ري اكشن فبيعمل تفاعل طارد للحرارة فده بيأثر على القوام بتاع الشحمة تمام؟ يبقى المفترض ان انا محلول الصودة الكاوية بارد تمام؟ بارد تماما والزيت نزل لحد سبعين درجة تمام؟ او ايو سبعين درجة او خمسة وستين درجة ممتاز جدا مش اي مشكلة لان انا لما اضيف محلول الصودة الكاوية المخلوط هيسخن معايا اهم حاجة عندي هنا في الشحمة وتصنعها القلاب التقليب الشحمة عشان اصنع كويس لازم يكون عندي قلاب كويس ولوه سرعة معينة وشكل القلاب انا ورتلكو في فيديو ارجع للفيديو بتاع شكل القلاب على القناة هتلاقي ان القلاب بشكل هو ده شكل القلاب بتاع الشحم عبارة عن خزان وفي مقطة حديد وفي مطور والمطور راكب على لجربوكس وفي اكس وبيقلب الشحم الشحم بيعتمد الجودة بتاعته على التقليب على التقليب الكويس جدا 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 مصفات القلاب وكلام ده كله هتلاقيه ممكن في الفيديو هتلاقي في الفيديو بتاع قلاب تصنيع الشحم تمام نصيحة المهمة ان انا اقلب كويس قوي اضيف محلول الصدكاوية عند درجة حرارة منخفة المقطع اللي في اخر الفيديو هتلاقيه بالتفصيل هي خطوة خطوة زي ما انا شرحت لكو تقدر اي حد يعمل مشروع الشحم تقدر تناسب بقى النسب بتاعت دي تعمل نص الطن عاوز تعمل طن ما بش اي مشكلة انت معك التركيبة ومعك طريقة التصنيع وقلاب الشحم موجود في فيديو قبل كده تقدر ترجع له واي السراط اهلا بي السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر